وجزء تاني مهم جدا أعتقد في البطولة ديت كمان هنكون سعاداء كمان بالبنية الأساسية كمان أعتقد لما بيكون فيه بطولات كبيرة زي ديت كمان البنية الأساسية بتساعد بعد كده بتساعد على تطوير اللعبة نفسها بيكون عندك ملاعب على أعلى مستوى البطولة ديت على مستوى التنظيم على أربع صلاة أستاذ القاهرة أشعلم كابتاني حريك شفت الصلاة ديت ولا لا أنا عرض دلوقتي صور بدون تهويل حاجة يعني بجد فخر حاجة صلاة بإمكانيات عالية جدا بأجهزة بتكنولوجيا كان لها الحظ أننا نكون يعني كان فيه مبارات تجريبية كان فيه مبارات تجريبية بتحصل لا نحن بنكلب على تجريبية على الصلاة نفسها مجرؤوا الأرضيات ويجرؤوا مبارات الدور بالزبط كده فبيبقى فيه حاجات تجريبية بتحصل الأول فإحنا كان لنا شرف أن احنا بجد نكون موجودين جو الصلاة وأن احنا نخش قبل الناس وأن احنا ندفرج على مدى الإبهار اللي موجود جوه أربع صلاة لكن طبعا شفت الصور وشفت الإمكانيات بتاعت كل المجهود القائم اللي موجود في الأربع صلاة بشكل احنا ندفرج على العصامة الادرية ستة أكتوبر برج العرب هي بس أخبر من كلام حضرتك كمان فيه نقطة مهمة جدا جدا أنت حتى مش بتنزل من قاس العالم بس دلوقتي علىك كلمتي فيه نقطة مهمة جدا جدا لها تخدم منظومة كورتي اليد في المستقبل يعني النهاردة أنا ما باجي أعمل معسكر لمنتخب أو حتى لو أنت هستفيد استثمار من الكلام ده بالزبط جدا استثمار أنت النهاردة بتلاقي الصالة موجود فيها فندق الإقامة موجود فيها الجيم التاع موجود فيها صالة مغطاة موجود صالة للتدريب الكلام ده كله بيوفر عليك مجهود كبير جدا أنت تتنقل من مكان اللي مكتاز تتمرر فده هيساعد عليك كمان حتى في تطور اللعبة ذات نفسها أن أنت تقدر تشتغل على المنتخبات بتاعتك في الإعداد سواء أنت بتتكلم على منتخبات نشئيين منتخبات كبيرة يبقى فيه تواصل في إجيال فده عرف تشتغل عليها فكل المنشآت اللي حصلت دي هتقدم منظومة كورت اليد مستقبليا كمان مش في كاسة علام بس يعني أنت بتخطب بس أنت تنجح في كاسة علامة أنت بتخطب كمان المستقبل إن شاء الله مستقبل كمان يا كابتن مش على مستقبل برسة المتخبات مصر أنت ما يكون عندك بنية أساسية زي دي إن شاء الله بعد أزمة كورونا هتلاقي كمان الدول اللي حواليك عندين نعمل معسكر فين لا مصر عندها بنية أساسية عندها صلاة ده كمان ماركتنج وفلوس دقلة بشكل كبير جدا على مستوى التسويق ولو تكلمنا عن مستوى التسويق على مستوى كمان الصحافة العالمية نحن ناخد جزء مهم جدا إن هذه البطولة بطولة عالمية كبيرة ماذا صدى 32 أو 31 دولة كل يوم بتجيب خبر من مصر عن هذه البطولة ماذا الاستفادة إن مصر اسمها بيتردد رغم الصعوبات والتحديات الكبيرة جدا لا إن في بلد زي مصر بتعمل بطولة عالمية على مستوى كبير جدا وده شيء كمان مهم